أنت بتشغل مع كام جنسية في برنامج لها؟ والله هو الأغلب من أمريكا ومن ألمانيا ومن كندا دي أغلب الجنسيات القوية وبتشتغل في الموضوع ده وكمان عشان هما دول بيبقوا متضربين من قبل كده أو يعني عندهم جايين جايين نوع عمال نص شبه جاهزين شبه جاهزين فدي الناس اللي لها أسبقية غالباً أن هي تشترك في حاجات زي كده إيه أكتر عوامل أنت شايف أنها يعني إيه؟ بتخليك تحافظ على مكان أو تفوق وصد مجموعة من الناس أنت بتقول أن هم أصلاً ثقافتهم ودي ناس شغالة بقالها سنين في البرامج دي متألفة معها أكتر وعرفاها أكتر أنت بتتعامل مع الموقف ده إزاي؟ هو المجهود هو المجهود يعني أنا من أول ما أنا ابتديت أسعى وروحي المدى من حوالي ستة أو سبعة سنين كان أول حاجة أنا فتحت الكتاب كده كان بيقولك أن أول حاجة لازم تبقى مع الجنسية تابعة لبرامج من برامج الفضاء زي ناسا أو كده أنا أنا معيش فدي بداية القصيدة كده أول نقطة ونقول طيب خلاص أنا هتابني نفسي مش شايفها وهشوف النقطة اللي بعد كده فكان النقطة اللي بعد كده أن أنا لازم مثلاً أعمل ماجستير في أنظمة الفضاء أعمل رخصة طيران أعمل رخصة ماستر دايفر غطس دي السكيلز اللي بحتاجوها فنقولت أن هشتغل الحاجات دي بغض النظر بقى اللي هيحصل في المستقبل دائما'd